من المهرة حيث وصل الشيخ علي سالم الحريزي مدينة الغيضة عاصمة المحافظة وسط استقبال حاشد من قبل قبائل وأبناء المحافظة وأدان الأمين العام لمجلس الانقاذ بالمهرة مسلم رعفيت الحملة الإعلامية التي تشنها السعودية بحق الشيخ الحريزي مشيرا أن مثل هذه الحملات تزيد من حب وتمسك أبناء المهرة بالشيخ الحريزي المدافع عن المهرة وأبنائها ضد الأطماع السعودية في المحافظة تقبلنا الشيخ علي سالم الحريزي الرجل الذي زع صيته في ساحات العز والشرف ضد الاحتلال السعودي الإماراتي فهو الذي قام مع الشرفاء وأبناء المهرة وأبناء اليمن بشكل عام ضد هذا الاحتلال وكان بدائته وشرارته من المهرة طبعا بقيادة الشيخ علي سالم الحريزي